اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبههم إحسان أو الدين ورضى اللهم عن أصحابه الكرام كلهم جميعا بدون استثناء ولا تخصص يا رب العالمين ورزقنا اللهم اتباع سنتهم واتقداء طريقتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم القويم يا رب العالمين آمين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم أخيما يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فخذفزوا فوزا عظيما أيها المسلمون يا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعنا اليوم دائما فيه قرأته فيه كتاب وموضوع الحلقة وعنوان الحلقة إن شاء الله هو الرفيق الصالح أو الجليس الصالح وجليس السر يقول الله سبحانه وعز وجل بداعوذ بالله مشتر جيم ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلالا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذه الآية حقيقة نزلت في عقبة بن أبي معيد قيل صديقه هو عتبة بن ربيعة وقيل الوليد بن المغيرة أيهما لا الشخص بذاته لا يذر ولا يمس بتفسيره ومعنى هذه الآية لأن النبي لأن الله تبارك وتعالى قال ويوم يعظ الظالم فتركها كلمة عامة لكل ظالمين وقال يا ليتني لم أتخذ فلانا لم يسمه فلانا فلانا خليلا إذن العبرة كما يقال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل من سار في طريقه على هذا المنوال منوال هذا الظالم وهذا الذي قال عنه الله فلان معناه كل من منع الناس من اتباع التقى والهدى فتنطبق عليه وكل من طاع في معصية الله فتنطبق عليه هذه الآية لأن كما قلت وأقول أن القرآن نزل منجما حسب الأحداث والوقائع كل القرآن نزل وقليل الآيات التي خاصة بالواقعة بل جل القرآن وأكثر القرآن هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهو ينزل لحادثة معينة فيعالجها لكن آياء الآية بكلماتها تدل على كل من سار ذلك المنهج واتباع تلك الطريقة التي نزلت فيها الآية يقول يوم يعظ الظالم هذا الظالم يعظ بسبب الندم والحصرة وهذا معلوم هذا المثل معلوم حتى عند المسلمين اليوم أنه يقول يعظ على يديه أن إذا أصابته ألم من شخص يعظ على يديه في هذا فيقول لو أن كذا 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 فأل عظ على يديه معلوم كمثل في الحصرة والشدة يقول يعظ عليه يقول يا ليتني ابتخذت مع الرسول سبيلا فقد جاءه الرسول وعلم رسالته وأدرك حقيقة النبوة لكن رفض السير معه القصة كالآتي أن عقب بن أبي معيط قام بوليمة قام بوليمة فاستدعى قريش لحضور تلك المأدوبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وهو من أشرف قريش فاستدعاه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على آله لا آكل طعامك إلا إذا شهدت شهادة لا إله إلا محمد رسول الله خلا باس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فنطق بالشهادة فذهب النبي صلى الله إلى المأدوبة فحضرها وكان الوليد أو عتبة كان مسافرا عندما رجع من سفره سبع بأن النبي عليه الصلاة أكل طعام فلان وكان خال له كان خليلان كان صديقين حميمين لبعضه ما البعض فأتى عتبة أتى إلى عقبة بن أبي معيد فقال له سبعت كذا وكذا قال نعم قال سبعت يعني خير اشتمل عن دين آبائك إلى دين محمد قال لا ولكن إني استحيت أن لا يحضر مأدوبة أحد أشراف قريش فأنا تختب بهذا الكلام هكذا فغضب عتبة بن ربيعة وحرم قال إن كلامي معك حرام إلا أن تذهب وتقول كيت وكيت وكيت لرسوله وتبسق على وجهه فذهب عدو الله ابن أبي معيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شتب ما شتب وعيدا أملأ أو ملأ فمه ببوساق ليرميه عن رسول الله فرجع إليه بفضل الله وإذن الله رجع على وجهه فاحترق وجهه كأنه أصابته نار ولا زال ذلك الأثر أثر تلك النار تلك ذلك الحرق على وجه حتى عندما ماته لم يعرفوه إلا بتلك العلامة علامة ذلك البوساق يعني وجهه كان مليئا بالطراب وكذا لم يعرف عند موته لأنه متى في حرب ما فلم يعرف إلا بأثر ذلك المساق هذا الشخص فيه نزل تابعا ويحكي الله سبحانه وتعالى لنا ما سيقوله هذا الرجل يوم القيامة قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا كان خليلا له كان خليلا له كان صحابة الصحابة أو صحبة بينهما يعني صحبة هذا الشخص لهذا كانت صحبة حميمة الخليل أن الرجل الذي يؤوي إليه في المحن ويرجع إليه في الصدمات ويعتمد عليه في الأزمات فكان خليله كان خليل والخليل بمعنى أنه الصديق الحميم الذي لا يجد لا يماثله أحد في صحبته هذه الصحبة هذه هذا الوصف العظيم من الصحبة يقول عنهم الله سبحانه يوم القيامة يقول الأخلاء الأخلاء يومئذ عدو إلا المصلين الأخلاء يومئذ العدو يعني الخليل الذي وخليلك إذا كانت تلك الصحبة لم تبنى عن تقوى الله لماذا كان أعداء يوم القيامة لماذا ما سبب عداوة هؤلاء الأخلاء لأنهم أخلاء في الدنيا صديقان حميمان أو أصدقاء يحبون بعضهم لا يتحرك وزيد إلا بحذر العمر يعني الصحبة العظيمة لكن يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب عندما يرون العذاب تتقطع تلك الصحبة وتذهب هباء منثورة لماذا لأنها لم تكن صحبة مبنية عن تقوى الله لم تكن صحبة مبنية على تقوى الله بل كانت صحبة مبنية عن المنافع مبنية عن المصالح مبنية عن العادات مبنية عن الفجور والعيسيان كانوا يلتقون على معصية الله وكانوا يلتقون ويجتمعون على كل شيء إلا الإسلام إلا دين الله سبحانه وتعالى لم يجتمعوا عليه هذه الصحبة فهذه هي نتيجتهم نتيجة أن يسب بعضهم البعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعض يوم القيامة ولكن قال يقول الله لم أتخذ فلان لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني فجاءه الذكر يعني الناس الأصدقاء ينصح بعضهم البعض لأن يسمعون النصيحة لكن يتبعون آخر لأنه لأن صحبته مع آخر كانت صحبة مبنية عن المصاحب ففضل الحياة الدنيا عن نصيحة الآخرين التي تربطه بالآخرة رفض تلك النصيحة التي تجعله من السعداء في الآخرة واتبع تلك الصحبة التي تجعله في ظلام مبين ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا معنى أن ذلك العمل الذي قام بيعني الإعراض عن الذكرى واتباع ذلك الصديق الحميم الذي يأمره بمعصية الله هذا العمل هو من عمل الشيطان شيطان الإنس بالطبع والشيطان يعدهم وما يعدهم إلا غرورا والغرور وهو أنه يعدك شيئا ثم إذا أوصل بك إلى نهاية المطاب يقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كما قال إني أرى ما لا ترون في غزوة بدر نكس على قال إني أرى ما لا ترون الشيطان لعنه الله وأعوذ بالله منه أو كمثل للشيطان إذ قال للإنسان فلما كفره قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إذن فيخذله معنى أنه عندما يوصله إلى نهاية المطاف فعمله كرامات عمله كسراب فيجد الله سبحانه وتعالى ولن يجد شيئا من أعماله بل وجد الله فيه فيه أجره وأجر المعاصي أنتم تعلمون هو الخذلان المبين ثم تزيد الآية يعني فكرة غامت عن ذهن وهي ويوم يقول الظالم هنا الله سبحانه وتعالى سمى التابع للظالم ظالم فالظالم هو الذي أمر بالمنكر لكن عندما تبعه الشخص الثاني يعني عندما قال عتبا بن رابعة اذهب إلى محمد وفعل كذا وكذا صلى الله على رسول الله اذهب إلى محمد وقول كذا وكذا وكذا فأتبع فاتبع عقبة ابن أبي معيت اتبع عتب ابن رابعة فكان الظالم هو الذي أمر بالمنكر ولكن عندما اتبعه عقبة ابن أبي معيت اتبع عتب فأصبح كذلك ابن أبي معيت ظالما لأنه اتبع الظالم فأصبح اثنين ظالمين عدى الله لهم عذابا مهينة تجد الآية وتقول فهنا هنا شيء عظيم يعني آخر هذه الآية تقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوره يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوره فعندما أعرض أولئي القوم كذلك هذه الآية فالعبرة كذلك في هذه الآية بعموم اللفظ بخصوص السبب هنا شكاية دعوة رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى رفعها الله رفعها رسول الله صلى الله عليه إلى حاكم في محكمة عظيمة وهاكم عظيم الحكم هو الله والمحكمة هي يوم القيامة والمتهم من هو المتهم سؤال من هو المتهم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن أسأل من هو المتهم الذي ألسقت به هذه التهمة ألسقت به فعليه أن ينتبه يوم القيامة عليه أن يبين العكس وأن يظهر خلاف هذه التهمة إنها تهمة أو شكاية ودعوة رفعت عند الله من رسول الله في يوم القيامة المحكمة يوم القيامة المتهم هو أنا وأنت أيها المؤمن يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول ويا من لم يؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمتهم هو كل من سمع دعوة رسول الله ولم يتبه وكل حسب هجرانه لهذا القرآن يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور فكل فمنهم من هجره جملة وتفصيل فنؤمن بها نهائيا هذا قد هجر هذا القرآن ومنهم من آمن بشيء ولم يؤمن بشيء آخر فهو في نفس الطريق وفي نفس المستوى من الهجران مع الأول ومنهم من هجر جزئيات الأمور جزئيات الأمور سأتي إلى الهجران لكن أقول بأن نحن هم المتهمون بأن الشاكي هو رسول الله والمستكبه هو نحن والحاكم هو الله وموعيدنا يوم القيامة فعلينا من الآن أن نستحضر ونقوم بجهدنا لإثبات عكس هذه هذه الدعوة لنثبت خلاف هذه الدعوة لنثبت أننا لم نكن من الذين هجروا هذا الدين وهجروا هذا القرآن وإلا فالأمر فالأمر خاطير فالرسول يشكو يشكونا إلى الله فدعوة سجلت في محكمة عظيمة عند هاكم عظيم ويوم عظيم وهو يوم القيامة الله سبحانه عز وجل أمر ونهى في هذا القرآن أمر ونهى أمر بأشياء ونهى عن أشياء أمر بالصدق ونهى عن الكريم أمر بالإخلاص ونهى عن الغش والنفاق أمر بالتقوى ونهى عن الفجور أمر بالإيمان ونهى عن الكفر وأمر بأشياء كثيرة ونهى عن أشياء أخرى فكل من خالف أمر الله وأرض عن أوامره سبحانه عز وجل وابتعد عنها نهائيا لم يرى يراعيها فقد هزر القرآن فقد هزر القرآن فمن لم ينتبه إلى أوامر الله والسار في دنيا بدون مراعاة أمر الله سبحانه وعز وجل لم يراعي بتعبين آخر لم يراعي الحلل والخراب فهو سائر فهو سائر كلما جاءت مناسبة فيها منافع ومصالح كلما قام بعمل راعى فيه النفعية الأموال فهو قد هاجر القرآن فقد هاجر القرآن فعليه أن يرجع إلى الله وإلا سيلتقي أمام الله مع رسول الله فيتقابل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي أقد أمرت جئتك بالقرآن جاء القرآن من عند الله وقال لك القرآن وكذا ووصل إليك وقرأت وفهمته فأعرضت عنه الآن يأتيني البيناة على أنك لم تهجر هذا القرآن ثم من ناحية الأخرى الله القرآن كريم نهى عن أشياء نهى عن الربا نهى عن الزنا نهى عن الكذب نهى عن الغيبة نهى عن الحسد نهى عن عن الافتراق عن التفرقة نهى عن التدابر التدابر يعني أن لا تكلم صاحبك أو لا تكلم خاخاك نهى عن عن أشياء معينة نهى عن عن النظرة السيئة إلى أخيك المسلم أو إلى الناس نهى عن الغيبة نهى عن أشياء كثيرة نهى عن تفرقة هذا العالم الإسلامي نهى أن نفترق بل أمر أن نكون أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نهى عن التفرقة إذن فمن نادى بالتفرقة فهو قد هاجر بالقرآن ومن عمل للتفرقة فقد هاجر القرآن عليه أن يتق الله ويرجع ويثبت على أنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلا كان رسول الله صلى الله عليه وخصمه يوم القيامة نعم أيها الأخوة الكرام الله القرآن أمر بالأخلاق الحميدة وأمر بالأخلاق الحسنة أمر بها رسول الله بالقرآن نهى ونهى عن الأخلاق السيئة فكل من لم يتصف بالأخلاق الحميدة وابتعاد عنها واتصف بالأخلاق السيئة الذانيمة فقد هاجر القرآن وقد أمر لله أمر للقرآن بأن نحكم بالقرآن ونتحاكم إلى القرآن نحكم به ونتحاكم إليه سنين أن نحكم به ونتحاكم إليه فكل من لم يحكم به أو لم يتحاكم إليه لنتحاكم غير الحكم فالتحاكم إلى القرآن والحكم بالقرآن فمن لم يحكم بالقرآن ولما لم يتحاكم إلى القرآن فقد هاجر هذا القرآن هاجره باختصار كما قلت أن القرآن أمر بأشياء ولها عن أشياء فمن لم يتبع أوامر القرآن فقد هاجر القرآن ومن لم ومن ارتكب المعاصي واتبع ما حرم القرآن فقد هاجر القرآن ومن هنا نقول رغم وجود القرآن رغم وجود القرآن في الدنيا فهو يتلى في المساجد يتلى في المقابر يتلى في الحفلات يتلى في العزاء فهو يتلى هنا وهناك ويوزع في بلاد الإسلام بالملايين يوزع رغم كل هذا أقول بأن القرآن مهزور في عصي الحاضر أقول بأن القرآن مهزور وسنلتقي أمام الله وسيحاسبنا الله بشك ورسول الله يوم القيامة لأننا هاجرنا هذا القرآن نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن لا يجعلنا ممن هزروا هذا الدين وهذا القرآن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا ويرحم أموتنا ويوفقنا إلى خير وإن عليه وسبحانه ربك رب العزيزي وسلامنا والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى